كانت هناك تيار يريد سيطر على السلطة بالقوة وكان هناك تيار يقول لا لابد من المرور عبر انتخابات وعبر مجالس التيار الذي كان يريد سيطر على السلطة بالقوة هو تيار بمديان رحمه الله الرئيس بمديان ومن معه وهما جيش الحدود والتيار الذي كان يرفض ذلك مجموعة كبيرة من شخصيات وقيادة الثورة بما فيهم أباء الثورة مثل بوظياف رحمة الله عليه مثل آية أحمد وآخرين لكن تيار الانقلاب فرض العمر بالقوة بالمدافع دخلوا إلى العاصمة بالمدافع وعينوا بن بلى رئيسا للدولة وإما قتلوا أو اضطروا آخرين إلى الهروب مثل آية أحمد وبوظياف إلى آخره أي قيادة الثورة الأساسية هربت إلى المغرب وإلى أوروبا إلى آخره التي كانت تتبنى الطرح الثاني الطرح الثاني هو الطرح المدني بحيث تكون هناك دولة مدنية يختارها الشعب وتكون تعود الكلمة للشعب وتكون هناك برلمان فكان أول انقلاب في تاريخ الجزائر هو انقلاب جيش الحدود على البرلمان الذي كان قائماً عن ذاك والحكومة المؤقتة لصاحبها يوسف بن خدر رحمه الله ثم الشعب الجزائر خرج في مظاهرات يرفض وقيل عن ذاك كلمة شهيرة هي سبع سنين بركات يرفض صراع ما بين المجاهدين أو ما بين الثوار هنا في هذه اللحظات بومدياً ذكي يقوم باستخدام مجموعة من الذين كانوا في الجيش الفرنسي ضباط وصف ضباط يقوم باستخدامهم في مواجهة الثوار لأن أغلبية الثوار رفضوا الانقلاب الذي قام به بومدياً يقوم يأتي بهم ويضعهم في مراكز حساسة ويحدث قلاف حول هذه الموضوع حتى داخل جناح بومدياً أي ما عرف فيما بعد بجناح وجدة ويقوم هناك من يعترض فتقوم أيضاً اقتيالات أخرى مثل قتل شعباني ومثل قتل خيذر وآخرين في 1965 بومدياً يستلم السلطة مباشرة ويزيح بن بلة من الحكم ويضعه تحت الإقامة الجبريل لمدة 13 سنة في هذه السنوات بومدياً بكل تأكيد كان يريد تثبيت سلطته وكان يريد جعل الجزائر دولة قوية بمؤسسات إلى آخر لكن للأسف الوسيلة التي استخدمها كانت وسيلة خاطئة وهي الاعتماد على الضباط الذين كانوا في الجيش الفرنسي أي الذين كانوا يقاتلون مع فرنسا ضد شعب الجزائري ربما سنتطرق في سياق هذه الحلقة إلى الدورة الخارج ولكن لنبقى الآن في شهر الجزائر هذه النقطة المهمة أن هؤلاء الضباط الذين كانوا آنذاك ضباط صغار بعدما يموت بمودياً سنة 78 يأخذون مناصب أهم ثم يصلون إلى مراكز أساسية في منتصف الثمانينات يصبحون جنرالي هل الضباطهم أحياء؟ كثير منهم أحياء خالد نزار وزير الدفاع العربي بالخير الذي كان رئيس الدوان ورئيس الداخلي أثناء الانتخابات محمد تواتي منظر الجيش جنيزية بوظياف كان مال؟ هؤلاء هم الذين سيقومون بالانقلاب يوم 11 جنوبي 11 يناير 1992 ضد الجبهة الإسلامية للانقاذ الناس تختلف في الجبهة الإسلامية للانقاذ في طرحاتها وفي بعض الشخصياتها ولكن مما لا شك في أن الجبهة الإسلامية للانقاذ فازت بانتخابات حرة معبر عنها هذه هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التي نشرت الإحصاعات التي فازت بها الجبهة الإسلامية للانقاذ ترجمة نانسي قنقر